السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي علوم للصف الخامس اللي ابتدائي انحل مراجعة الدرس الأول من الفصل الثاني عشر صفحة 219 الفكرة الرئيسة ما التجوية هذه موجودة تعرف التجوية مع عيني صفحة 216 التجوية أقول له هي عملية تغير سطح الأرض من خلال تفتت الصخور إلى أجزاء أصغر هذه تعريف التجوية المفردات ثانيا ماذا تسمى عملية تفتيت الصخور إلى أجزاء صغيرة دون حدوث تغير في تركيبها الكيميائي بالتجوية الفيزيائية ثلاثة ما أنواع التجوية التي تسبب تغير في التركيب الكيميائي للصخور بالتجوية الكيميائية كيف تكونت فتاة الصخور بفعل التجوية الفيزيائية والتجوية الكيميائية وكل من التعريف مالتها المفاهيم الأربعة أخذناها أربعة قلنا بفعل التجوية الفيزيائية والكيميائية وكل من التعريف مالتها المفاهيم الأساسي أختر الإجابة الصحيحة العوامل الجوية التي تؤثر في الصخور هي طبعا الرياح لو الرطوبة لو المياه والحرارة فقط لو جميع ما ذكره سابقا طبعا جميع ما ذكره سابقا العوامل التي تسبب التجوية هي الرياح لو المياه لو النباتات والحيونات لو جميع ما ذكره سابقا جميع ما ذكره سابقا التفكير الناقض سابعا لماذا تعد التجوية ضرورية في تكوين اليابسة؟ لأن العملية التي تفتت الصخور على سطح الأرض وتحويلها إلى تربة زراعية تستخدمها النباتات للنمو أعيد التفكير الناقض أقول لأنها العملية التي تفتت الصخور على سطح الأرض وتحولها إلى تربة زراعية التي تستخدمها النباتات للنمو إن شاء الله التوفيق